اهلا وسهلا احباء طلاب وطالبات الصف الثاني السنوي مع درس من دروس الادب بعنوان المعلقات يمكن احنا درسنا المعلقات في سنين صادقة ولكن لو حاولنا نعرف المعلقات هي قصائد طوال قيلة في العصر الجاهي طب يعني لو سمحت لو في قصائد طويلة تقلت في عصر تاني تبقى برضو معلقات لا القصائد الطويلة التي قيلت في العصر الجاهلي يطلق عليها معلقات مفيش معلقات في اي ازمينة اخرى المعلقات فقط موجودة في العصر الجاهلي طب يا ترى ليه تسمت المعلقات بهذا الاسم معلقات كتبتتعلق يعني في الحقيقة اه الاراء في سبب تسميتها مختلفة فقد قيل انها كتبت بماء الذهب وعلقت على اسطار الكعبة يعني كانوا بيكتبوها بمية الذهب كده وبيعلقوها على اسطار الكعبة احنا على فكرة بنعمل ده اليومين دول بنكتب براويس كده وبنعلقها على الحطان فهم كانوا زمان بيكتبوا الاشعار الجميلة الطويلة دي ويعلقوها على جدار الكعبة سبب تاني انها سريعة التعلق في الزهن انه بيحفظوها احنا برضو لما بندنن اي اغنية بتتعلق بازهننا فعشان كده هم زمان كانش عندهم بقى اغاني ولا كلام من ده فكانوا هم بيستمعوا للابيات الشعر فتتعلق بازهنهم واعتقد هو ده السبب الاقرب لتسمياتها بالمعلقات سبب تاني تشبيها بعقود الضر التي كانت تعلق في رقاب النساء زي الحلية او الزينة اللي كانت النساء بتعلقها في رقاب طب واحدة يضحك يقول لي يعني كانوا بيعلقوا ابيات الشعر عادي احنا ممكن بنلبس حاجات في ايدينا اليومين دول بنكتب عليهم اسامي الاغاني او حاجات كده هم زمان كانوا بيكتبوا بيت من ابيات القصيدة على قطعة من الجلد او قماشوا يعلقوا فرقابهم فكانت تكتب وتشبه بعقود الضر التي كانت تعلق في رقاب النساء وكانت ايضا تعلق على عمود الخيمة لو بصينا للاربع اسباب اللي قدامنا هنلاقي ان اكتر سبب منطقي ممكن نرجع تسمية المعلقات اليه انها كانت سريعة التعلق بالزهن او انها كانت بتتعلق في ازهان الناس اللي بتسمعها اهم سماتها بشكل عام بتتصف بايه اللي بيكتب معلقة بتتميز بايه المعلقة دي وضوح المعاني معاني بتاعتها واضحة سهلة بسيطة عدم ترابط المعاني والافقار يعني ايه عدم ترابط المعاني والافقار ان كل بيت بيحمل فكرة معين مضمون معين احنا خدنا من زمان اسس بناء القصيدة الجاهلية فكنا عارفين ان البيت واحدة بناء القصيدة يعني البيت الاولاني ممكن يكون غازل البيت التاني ماتح البيت التاني فخر فكل بيت ليه فكرة فهنا اهم ما يميز المعلقات عدم ترابط المعاني والافقار ان كل بيت ليه فكرة وليه معناها الخاص قوة الالفاظ جزالة اللفظ قوة العبارة نفسها وجودة الصياغة كانوا بينطقوا الكلمات بيحسنوا صياغة العبارات جمال الصور البلاغية تشبهات بتاعتهم اروع ما يكون لان هم كانوا بيعيشوا في بيئة صحراوية فكانوا بيستخدموا الحيوانات زي الجمال وزي والكائنات اللي موجودة في البيئة اللي بيعيشوها والمهة والزباء والغزلان في الصور البلاغية بتاعتهم الجميلة ناخد مثال كده بيقول لي قال طرف ابن العبد وده احد كتاب المعلقات بيقول حتى تحاشتني العشيرة كلها وافرتت افراض البعير المعبدي ده شكل من اشكال اسئلة الامتحانات ان هو هيجي لي بيت زي ده ويقول لي تنتج من البيت السابق سمة من سمات الشعر الجاهل بصوا كده سمات الشعر الجالي ما هي موجودة قدامنا فوقها هي البت ده نقدر ناخد انهي واحدة من السمات اللي قدامنا بيني وبينكم انا ااخد اي واحدة يعني اذا اجابة السؤال ده لها علاقة كلية باهم سمات الشعر بصفة عامة فانا هاختار اي حاجة بشكل عشوائي يعني ممكن اقول قوة الالفاظ هتتحسبلك صح ممكن اقول قوة العبارة صح ممكن اقول جمال الصورة البلاغية صح يبقى اي سمة من السمات يبقى لما يجيلي سؤال شبه ده ويطلب بني سمة من سمات الشعر انا هكتب اي واحدة منهم فانا عشان كده اختارت قلت قوة العبارة جودة الصياغة جمال الصورة البلاغية عدد المعلقات والله فيه اختلاف كبير قوي حوالين عدد المعلقات دي بس كل الناس بتجمع على انهم سبعة لكن في بعض الناس مختلفين معانا وبيقولوا انهم عشرة يبقى ايزا العدد ما بين سبعة وعشر قيل سبعة معلقات وده الرأي المشهور وبعد الرواب يقولوا انهم عشرة تبتجوا نتعرف مع بعض على شعراء المعلقات امرق القيس الملك الضليل هنعرف عنه دلوقتي طرف ابن العبد زهير ابن ابي سلمة لبيد ابن ابي ربيعة عمرو ابن كلسوم عنطرة ابن شداد الحارف ابن حلذة دول السبعة اللي الناس كلها بتتطفق عليهم دول اصحاب المعلقات السبعة ولكن في بعض ناس بتضيف تلت شعراء كمان النابغة الزبياني الاعشى عبيد ابن الابنس كده بقوا عشرة يبقى الرأي الاصح سبعة واحيانا بنقول انهم عشرة طب لو جالي في الاختيارات هم سبعة ولا عشرة لو جالي سبعة بس هختار سبعة لو جالي عشرة بس هختار عشرة طب لو جالي سبعة وعشرة في الاختيار اختار كلاهما نخش مع بعض كده احنا هناخد السبع شعراء الاساسيين في المعلقات اول شاعر عندنا منهم امرق القيس لألقاب كتيرة من اشهرها الملك الضليل وامير شعراء العصر الجاهلي طبعا احنا عارفين امير شعراء العصر الحديث احمد شوق لكن امير شعراء العصر الجاهلي هو امرق القيس طب ليه تسمى الملك الضليل لانه كان دائما يسعى لشرب الخمر وما كانش بيفوق من حياة السقر بشكل عام وبرغم كده كان بيتمايز بقوته الشعرية وكتاباته الرائعة لقب ابا امير شعراء العصر الجاهلي ده لانه اجاد القول في بكاء الديار وصف الخير تشبيه النساء بالمهة المهة النوع من الوعي الغزلان او الزباء وهكذا عرفا بيه الملك الضليل ومعلقته تعد اول شعر علقة باذهان الناس ووجدانهم يعني الناس تأثرت بالشعر بتاعه حفظوه تدور معلقته حول معرم شعراء المعلقات تميزه بسيستم اساسي في كتابة المعلقة بتاعته وهو طريقة كتابة القصيدة الجاهلية يعني احنا عارفين قبل كده ان القصيدة الجاهلية بتبدأ بحاجة اسمها البكاء على الاطلال فمعظم الشعراء بدأوا بالبكاء على الاطلال وطبعا امرق القيس منهم تدور معلقته اساسا على البكاء على الاطلال طب ايه الاطلال دي لو سمحت البكاء على الاطلال هو بكاء على بقايا ديار المحطمة ديار المحبوبة المكان اللي كانت حبيبته بتعيش فيه المكان اللي كانت قابلته بتعيش فيه مكان مقرب إلى قلبه اتحطم وانتعارفين الحياة الجاهلية كانت حياة ترحال وتنقل من مكان لمكان فعندما يرى بقايا هذه الديار يحدث له نوع من أنواع الشجن ونوع من أنواع البكاء على ذكرى الحبيب الذي مضى وصف المحبوبة طبيعي بكاء على أطلال وراء غزل وراء زعن المحبوبة أو غزل المحبوبة وصف المحبوبة ثم وصف الخيل أو أي شيء في الطبيعة وصف النخلة الناقة الليل والصيد بما أنه فارس من فرسان العصر الجاهلي ما طلع القصيدة بتاعتنا بيقول إيه قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وفحوملي شعره تميز بجودة الاستعارة ويغلب عليه التشبيب ما معنى كلمة التشبيب أي الغزل والوصف وكتاباته كلها بتتميز بالغزل والوصف طيب إحنا هنحفظ البيت ده لا مش مطلبين بيقاوي ولكن لو أنا سألت قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي من قائل هذا البيت لازم تبقى بس رابط ان البيت ده بتاع امرق القيس او البيت ده ما طلع قصيدة امرق القيس الشعر التاني عندنا طرف ابن العبد ليه لقابين؟ الغلام القتيل وابن العشرين واسمحولي نخرج كده بره شوية احكيلكو قصة زريفة هو ليه تسمى الغلام القتيل وابن العشرين في الحقيقة طرف ابن العبد هو اقصر شعراء المعلقات عمرا لانه قتل وهو عمره ستة وعشرين سنة على يد ذلك الملك عمرو بن هند تعالوا مع بعض نشوف ايه حكاية طرف ابن العبد نشأ يتيما وكانت له نباها مبكرة كان زكي كان مميز منه هو صغير اقصر شعراء الجاهلية عمرا قال عنه العرب اشعر الناس ابن العشرين يبقى لما يجي لك اكمل اشعر الناس ابن العشرين مين من الشعراء طرف ابن العبد عرف بي ابن العشرين والغلام القتيل لانه ما تسنه صغير طبعا معلقته تعد من افضل معلقات واكثرها غريبا انا عايزك بس تركز تحت كلمة اكثرها غريبا لما يجي يقول لي ان معلقته تتميز بالكثير من الغريب يبقى قصده طرف ابن العبد لان الوحيد اللي في الجملة دي واكثرها غريبا هو طرف ابن العبد تدور معلقته حول كالعادة بكاء على الاطلال ثم وصف المحبوبة ثم وصف الخير الحكمة تميز هو بقول الحكمة في نهاية معلقته الشكوى شكوى الزمان شكوى القهر رثاء نفسه ده كان غرض جديد او شكل جديد ان واحد يرث نفسه الطبيعي في الرساء انك تمدح حد ميت فانا عندي خال عم أب أم ملك مات فانا بكتب له قصيدة رساء لكن ان انا اكتب قصيدة رساء لنفسي وده كان الغريب نربط كده هو هو كانت اكسرها غريبا لان هو حط فيها حاجات جديدة حاجات مميزة مطلعها بيقول ايه لخولة اطلال ببرقة سهمدي تلوحك باقي الوشم في ظاهر اليادي طبعا اما بنسمع الاشعار الجهلية الجديمة ما ممكن يحصل لنا نوع من انواع ايه المعيني دي ايه الكلمات دي احنا مش مطالبين بشرحها ولكن كنوع من انواع المعرفة هو بيقول لخولة اطلال ببرقة سهمدي تلوحك باقي الوشم في ظاهر اليادي هو نوع من انواع ببكاء على الاطلال يعني بيبكي مكان محبوبته التي مضت خولة اسم المحبوبة اطلال ببرقة سهمدي المكانة التي كانت تعيش فيه فهو عايز يقول ان بقايا الديار ظاهرة موجودة وكأنها وشم مطبوع على ظاهر اليادي شعره تميز بغزارة المعنى ودقة الوصف وقوة اللفظ ده حقيقي اصلا معظم الشعر الجهلي كده معاني قوية الوصف فيه ضقيق جدا والالفظ فيه معبرة شعر التالت عندنا زهير بن ابي سلمة شعر الحوليات ويمكن احنا لنا معرفة سابقة مع زهير لان احنا اول نص عندنا في المنهج اللي هو من تجارب الحياة لزهير بن ابي سلمة فاحنا يمكن اتكلمنا عنه شوية في النص اللي احنا اخدناه ولكن تعالوا مع بعض نفتكر مين هو زهير بن ابي سلمة هو شاعر من شعراء العصر الجاهلي بينتمي لقبيلة مزينة نشأ في بيئة كلها شعراء يبقى لما يجي في الامتحان يسألني الشاعر اللي نشأ في بيئة كلها شعراء مين زهير بن ابي سلمة شمعنا ابوه كان شاعرا وخاله بشامة بن الغدير كان شاعرا وهو احد الاشراف كان من الشخصيات المهمة جدا في العصر الجاهلي لدرجة ان زهير اتعلم من خاله ده استفاد منه الحكمة والادب وكان الناس يرجعون اليه في معضل الامور يعني كانوا بيرجعوا الخاله بشامة ده في كل الامور الصعبة فشبه متخلقا ببعض صفاته يعني الواد طلع لخاله كما لذم زهير اوس بن حجر زوج امه وكان برضو من الشخصيات اللي هي مكان عظيمة كان شاعر مضر في زمانه وكانت اختاه شاعرتين وابن كعب كذلك كان شاعرا توفي ظهير ابن ابي سلمة قبل البعثة النبوية يبقى هل لحق ظهير الاسلام؟ لا عمتا عشان ناخد معلومة حلوة الشاعر الوحيد من شعراء المعلقات الذي لحق الاسلام هو لبيد ابن ابي ربيع تاني الشاعر الوحيد اللي لحق عصر الاسلام هو لبيد ابن ابي ربيع بقيت الشعراء ملحقوش الاسلام حتى زهير قاعش مدة طويلة لكنه توفي قبل البعثة النبوية ولاده الاتنين بقى كعب وبوجير دول لحق الاسلام تسمى قصائده بالحوليات عشان كده حتى هو لقبه او من القابه شاعر الحوليات يا طرى ليه ليه تسمى شاعر الحوليات لان قصيدته كانت تستغرق حولا كاملا عاما كاملا سنة كاملة بيكتب القصيدة ليه ده فاضي بقى اربع اشهر ينظمها يقعد اربع شهور يزبطها كده ويجهزها واربعة اشهر يهزبها يعدلها يشيل جملة يشيل بيت يحط بيت واربعة اشهر يعرضها على خواص الناس اللي بيسق في رأيهم الناس القريبين منهم طب اربعة واربعة واربعة كده اتناشر السنة خلصت يبدأ يظهرها للناس بقى يبقى كانت تستغرق حولا كاملا سنة كاملة بيكتب في القصيدة بتاعته تدور معلقته كالعادة تبدأ بمقدمة طلالية بالبكاء على الاطلال ده اساسي في معظم او في كل القصائد الجاهلية يناجي فيها الديار ثم يذكر الترحال مدح السيدين الذين اصلح بين عبس وزبيان وده معناه انه هو راجل محب للسلام يعني لما اجي اسألك هو ليه تسمى شاعر للسلام لانه هو في قصده اثبت مدى حبه للسلام انتو عارفين كان فيه حرب قوية او ما بين عبس وزبيان اسمها حرب الداحس والغبراء الحرب دي قاعدة اربعين سنة الشخصين او السيدين اللي اصلحوا ما بين القبلتين دول عبس وزبيان واحد اسمه الهرم ابن سنان والحارس ابن عور الاتنين دول بزلوا مجهود كبير اوي في الصلح ما بين عبس وزبيان ومين كان معاهم كان معاهم زهير ابن ابي سلمة فهو كتب القصيدة دي مدح للسيدين اللذين اصلح بين عبس وزبيان وزم الحرب وكره الحرب معهما كذلك مدح عبس طيب اشمعنا عبس ليه زبيان وحشة قال لي لا اصل عبس كاتمتمسكة بالصلح وقدم التنازلات وحاولت تعمل كل الطرق عشان تتصل الى هذه الصلح وايضا خدمها بابيات من الحكمة ودول التسع ابيات او السبع ابيات اللي احنا خدناهم في النص بتاعنا اللي هو من نص من تجارب الحياة فده الموضوعات اللي بتدور حواليها معلقة زهير ابن ابي سلمة مطلع القصيدة بتاعته امن امن اوفا دنات لم تكلمي بحوما نت الدراج فالمتسلمي ومع الشاعر الرابع عندنا لبيد بن ربيعة وهو شاعر من الشعراء المخضرمين يعني ايه كلمة مخضرم الشاعر الوحيد من شعراء المعلقات اللي عاش عصرين زمنيين مختلفين هو لبيد بن ربيعة لان لبيد بن ربيعة كان يعيش في العصر الجاهلي وبعد كده لطحق بالاسلام وانتسب الى الاسلام ودخل الاسلام وعلى فكرة هو الشاعر الوحيد الذي اسلم يبقى لما يجي في الامتحان ويسألني من الذي اسلم او من الذي لطحق بالاسلام من شعراء المعلقات هو لبيد بن ربيعة تعالوا مع بعض نتعرف مين هو لبيد بن ربيعة هو من اشرف الشعراء وحكمائهم يقال انه عاش مية خمسة واربعين عام عاش معظم حياته في الجاهلية ولكنه لطحق بالاسلام طب ايه موقف لبيد بن ربيعة من الشعر بعد دخول الاسلام هجر الشعر وحفظ القرآن الكريم وده ليه لانه كان شايف ان كلمات الشعر اللي هو بيكتبها مهما كان جمالها ومهما كان صورها وتصويراتها وروعة الفاظها لن تضاهي القرآن ولن تصل الى جمال القرآن وجمال تصورته كان صاحب صفات حميدة منها حسن المعاشرة والمفارقة كان يصاحب على خير ويفارق على خير حفظ الجار نجدة المظلوم الصبر العزة المنعة وطبعا الصفات دي كان بيتسم بيها لبيد وهو في العصر الجهيلي ولما جاء الاسلام اكد هذه الصفات قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطلا هذا أصدق كلمة قالها شاعر كانت معلقة تدور حول نبل الفخر قوة الألفاظ الحكمة الصادقة الموعزة الحسنة عقائد الإيمان نخب بلنا من كلمة موعزة حسنة وعقائد الإيمان أنه كان بيدعو إلى الخير وإلى الموعزة الحسنة في قصائده مطلع القصيدة عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فريجامها طبعا زي ما قلنا أن هذه القصائد أو مطالع الشعر الجاهلي أو مطالع المعلقات نحن مش مطلبين بها كشرحة تفصيلة ولكن معظمها أو كلها بيتكلم عن البكاء عن الأطلال فكلمة عفت الديار بمعنى زالت ومحيت ولم يتبق منها إلا جزء بسيط وكلمة غولها فريجامها الاتنين دول أسامي جبال هو عايز يقول أنهم كانوا بيعيشوا في المكان ده يعني قال لبيد بن ربيعة فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علاموها استنتج من البيت صفة شخصية اتسم بها يا لبيد لو بصينا من الصفات اللي قدامنا فوق اللي أنا حطيت تحتهم خط الموعزة الحسنة وعقائد الإيمان هنلاقيه هنا بيدعو إلى الرضا بالمأسوم وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق القون على الرغم من أنه كان شاعرا جاهليا إلا أن دي سمة من سماته أو صفة من صفاته الدعوة إلى الخير وعقائد الإيمان تعالوا مع بعض نحل بعض التدريبات على الشخصيات الأربعة اللي احنا خدناهم يبلغ عدد المعلقات الدني في الاختيارات 7 8 10 في 7 أو في 10 ولا الأولى والثالثة الأولى والثالثة من شعراء المعلقات زهير بن أبي سلمى إمرق القيس عن طرى بن شداد ولا كل ما صبق كل ما صبق شعراء معلقات إحنا نتفقنا أن في 7 لقب إمرق القيس إمرق القيس ده أول واحد اللي هو أمير شعراء العصر الجاهلي والملك الضليل ولا الأولى والثانية الأولى والثانية فيما أجاد إمرق القيس القول إمرق القيس كلهم معظم الشعراء الأربعة اللي احنا خدناهم كانوا بيتحدثون عن البكاء عن الديار أو البكاء عن الأطلال واستقاف الصحاب ووصف الخيل ووصف المهى وغيرها على ما تدور معلقة إمرق القيس بكاء على الأطلال وصف المحبوبة وصف الفرس وصف الليل والصيد يعتبر طرفة بن العبد طرفة بن العبد ده الغلام القتيل اللي هو مات ابن العشرين أطول شعراء الجاهلية عمرا ولا أكثرهم شجاعة ولا أكثرهم عمرا أكثرهم عمرا من ألقاء طرفة بن العبد شاعر الليل ما ظنش الملك الضليل الغلام القطير أميل الديار الغلام القطير ما الأحداث التي تحدث عنها طرف في معلقته كالعادة البكاء على الأطلال ترحال وصف المحبوبة الحكمة الشكوى ونخلي بالنا أنه هو أول من رث نفسه لماذا تعد معلقته من أجود المعلقات لأنها أرق وصفا وأخصب لفظا وعبارة وأكثرها غرابة كان زهير رائدا للاتجاه الصنعة في الشعر الصنعة يعني تصنع يعني بيحط الحاجة وبيديها أكتر من وزنها لأنه كان يخرج قصيدته في حولا كاملا سنة كاملة بيعد يظبط في القصيدة يكتبها في أربعة أشهر وينقحها في أربعة ويعرضها في أربعة لحد متظهر بعد سنة يعتبر زهير شاعر السلام من أين تصل لذلك هنقدر نوصل لده من خلال موضوعات معلقته وخاصة مدح السيدين الهنرم بن سنان والحارس بن عوف اللي هم صلحوا ما بين القابلتين في حرب بداحس والغبراء اللي كانت قعدت أربعين سنة وكان دور زهير مهمة أوي في السلام ونشر السلام بين القابلتين نشأ زهير بن أبي سلمة في قوم وكلهم فرسان ولا قرماء ولا عباد ولا شعراء آه عيلته كلها كانت شعراء من القابل زهير بن أبي سلمة احنا اتفقنا للقابين يا إما شاعر السلام يا إما شاعر الحوليات عشان قصائده كلها كانت بتاخد سنة كاملة يبقى شاعر الحوليات عرف لبيد بن ربيعة بأنه من لبيد بن ربيعة الوحيد اللي لحق الإسلام بأنه من الفرسان المعمرين الشعراء المجيدين الحكماء والمتمكنين كل ذلك لأنه هو فيه كل الصفات دي لبيد بن ربيعة شاعر جاهلي إسلامي جاهلي هو عاش في الجاهلي ولحق الإسلام ملحقش الأمم مخدرم مخدرم يعني لحق عصرين مختلفين كان لبيد في الجاهلية ذا ما حامد أكدها الإسلام آه كان فيه شوية صفات ولما جي الإسلام أكد الكلام ده حسن المعاشرة حفظ الجار والنجدة والجلد والصبر على المصائل إذا طلعت الشعر لبيد وخاصة معلقته هتتبين إي منها أنه كان بيتميز في كتاباته بنبالة الفخر وجذالة الألفاظ وفخامة المعنى وشرف المقصد والحكمة والموعزة عمرو بن كالثوم ابن مالك التغلبي من أعظم شعراء المعلقات هو سيد تغل وفارسها وشاعرها المعروف بمعلقته وهو أحد فتاك العرب يعني من أشهر فرسان العرب على الإطلاق كان موقعه وموقع أسلافه مدعاة للفخر يعني كان أكتر حاجة بيفخر بها عمرو بن كالثوم ناسبه وشرفه وقبلته وأهله لم يفخر بوفرة المال وقصرة الإبل يعني هو ما كانش من الناس اللي بيقعد يقوله أنا غاني أو عندي فلوس كتير بل كان يفخر بالعزة والمنعة بالقوة والبسالة في الحرب وقرم العنصر ومجد الأسلاف يعني بيفخر بنسبه إنه من عيلك بنت ناس عيلك ويسا يعني فأبوه كالثوم بن مالك أفرس العرب وأمه ليلى بنت المهلهل التي اشتهرب بالأنفة وعظم النفس تفاخرا بأبيها من أشهر القصص لعمر بن كالثوم أنه فتك بعمر بن هند ملك الحيرة في كسره على مرأة ومسمع من حاشيته لهذا سنجد أن شهرة عمرو بن كالثوم شهرة واسعة وتدور حوله القصص والحكايات معلقته هي المعلقة الوحيدة التي بدأت بوصف الخمر ولازم نحط خط تحت الكلمة دي إحنا مخدنا قبل كده المعلقات التانية لاحزنا أن كلها بتبدأ بالبكاء على الأطلال معظم الشعر الجهلي كله بيبدأ كده لكن عمرو بن كالثوم خرج وشز عن القاعدة وبدأ بداية جديدة وهي وصف الخمر يبقى لما أجأ أقول لك إيه التغير العجيب اللي عمرو عمرو بن كالثوم هتقول لي أنه هو بدأ قصدته بوصف الخمر مناسبة القصيدة دي كتب القصيدة دي ليه أو كتبت المعلقة دي ليه كان عمرو بن كالثوم متأثرا بالأحداث التي عاصرها فالحرب بين بكر وتغلب حرب البسوس دي غير حرب دحس والغبراء اللي كنا حكينا عنها قبل كده حرب البسوس كان بين بكر وتغلب كانت مشتعلة لم تضع الحرب أو زارها وهو زعيم تغلب وفارسها التقى طرف النزاع للصلحة عملوا قاعدة كده هيتصلحوا فيها مع بعض ولكن هذه المصالحة فشلت أكتر من مرة وفشل الصلح بقيادة عمرو بن هند كان المتزعم هذه المصالحة عمرو بن هند ملك الحيرة لأنه انحاز في حكم إلى قبيلة بكر فبالتالي من اللي زعل عمرو بن كالثوم مما أثار عمرو بن كالثوم وكشف عن بطولة وأنفة وعزة حين عارض عمرو بن هند ولم يرضى بحكمه يعني ايه مش فاهمين يعني بمنتهى البساطة كان في حرب بين بكر وتغلب الحرب دي قعدت مدة طويلة جدا فالناس بتحاول تصالح ما بين قبيلة بكر وقبيلة تغلب قبيلة تغلب اللي هي تبع عمرو بن كالثوم وقبيلة بكر من الوسيط اللي هيصالح القبيلتين عمرو بن هند مالك الحيرة فعمر بن هند نحاش شوية لقبيلة بكر بقى مع بكر مين اللي زعل عمرو بن كالثوم فكتب بقى القصيدة دي فيها فخر وبطولة وفيها أنفة وعزة ورفض الحكم اللي حكمه عمرو بن هند مطلع قصدته بيقول ألا هبي بصحنك فأصبحينا ألا تبقي خمور الأندرينا احنا عارفين أن القصيدة بدأت بوصف الخمر وينها بيخاطب ساقية الخمر وخمور الأندرينا ده نوع من أنواع الخمور مكان كان بتصنع فيه الخمور عمرو بن كالثوم طبع قصدته بطابع الفخر والحماس اتفقنا أنه كان بفخر بقومه وناسبه وقوته وفرسيته وبيحاول يثب أو يهجو عمرو بن هند وقبيلته وحكمه الظالم جاءت ألفاز قصيدته سهلة واضحة قوية كانت الأخيلة ملائمة لعاطفة الفخر والحماس التصورات يعني الصور الجميلة اللي استخدمها مناسبة لحالة الحرب لحالة الفخر لحالة الحماس وكذلك الموسيقى الموجودة في الألفاز تدور معلقة حول واحد وصف الخمر وسوقية الخمر اللي بدأ بها مطلع القصيدة الفخر بالقبيلة وأيام حروبها التهديد والوعيد لعمر بن هند اللي هو حكم لبكر مكانة القصيدة دي هل القصيدة دي أو المعلقة دي لها مكانة خاصة؟ آه أنشدها عمرو بن كالثوم في سوق عقاس فأجلها العرب أي عظموها وحفظها بني تغلب كانوا الصغار والكبار يروونها يعني عملوها كأنها نشيد قومي كده رواها صغارهم وكبارهم وعدت من مفاخر العرب يبقى لو احنا سألنا عن مكانة قصيدة عمرو بن كالثوم هنلاقيها أنها كأنها نشيد قومي الناس كان الصغيرين والكبار بيرددوها وهو قالها في سوق عقاس فأجلها العرب لدرجة أن فيه أديب وفقيه ولد عام 838 اسمه ابن كتايبة وده من أصحاب الكتب المشهورة جدا اتكلم عن معلقة عمرو بن كالثوم معلقة عنها وقال هي من جيد شعر العرب الشعر السادس عندنا عن طرى بن شداد ما أشهر ذلك الرجل كلنا يعلم من هو عن طرى درسنا له قصة في الصف الأول السنوي عن طرى بن شداد أحد فرسان قبيلة عبس وكان يدافع عنها مع شقائه بحب عبلة ابنة مالك اللي هي طبعا كلنا عارفين إنها مفروض بنت عمه عن طرى بن شداد العبسي عنده مشكلتين عنده عودتين العودة الأولى هو إنه أسود اللون وأمه زبيبة الحبشية التي أصبحت عبدة عند شداد وأعطته سواد اللون وكذلك أنه عبد لا يستطيع أن يحصل على حريته ولا يستطيع أن يجعل شداد يعترف بأنه ابن له أمه أما حبشية وأبوه أحد سادات قبيلة عبس له شداد اعتاد العرب أن يعتبروا عن طرى ابن الأمة عبدا لذلك لم يعترف به أبوه إلى أن فاه ثم اعترف به وألحقه بنفسه يعني حصل خلاف ما بينهم فاضطر أنه هو يطرد برا القبيلة قاعد شوية كده في عزلة لحد ما القبيلة وقعت في أزمة فاضطروا يستنجدوا بعنطرة فنجدهم عن طرة وبالتالي أبوه اعترف به كان يعاني عقدتين رق أمه وسوادى وجهها ووجهه إلا أنه وجد في فرسيته وبطولاته ما يجعله يتصبر على هذه المحن وينساها معلقته 75 بيت وعايز أقول لكم على حاجة أنه دي من أصغر المعلقات يعني مش كل المعلقات 75 بيت معلقات قصائد طوال تتخطى المئة بيت طيلة عنها أنها من أجمل المعلقات ليه دي عشان هي أسهلها لفظا وأكسرها انسجاما وأبدعها وصفا مهمة أوي تتلك كلمات دون عندي عايزك لك تبقى مصحصح لما يجي يسألك عن معلقة عنطرة تقول له إيه أجملها لفظا وأسهلها كلماتا وأكسرها انسجاما وأبدعها وصفا مناسبتها كتب القصيدة دي ليه والله هو قصيدة عنطرة بن شدات أو معلقة عنطرة بن شدات لها قصة فكاهية شوي عنطرة بن شدات كان دايما بيكتب قصائد قصيرة أو أبيات شعر قليلة كان بيكتب بيتين غزل في عبلة أو بيتين فخر في نفسه أو في قابلته لكن مناسبة المعلقة دي اللي هي 75 بيت إن أحد الأشخاص قام وعاير عنطرة قال له أنت بتعرفش تكتب شعر أنت بتكتب شعر قصير كمان إنه عايروا بسواد لونه وسواد لون أمه فعنطرة قرر أن يرد على هذا الشخص وكتب 75 بيت عشان يزبط له بس إنه بيعرف يكتب شعر طويل وبيدافع فيه عن سواد لونه وسواد لون أمه تعالوا نشوف المناسبة كده عابه رجل بسواده وسواد أمه وعيره بأنه لا يقول إلا القصائد القصار مقطوعات صغيرة يعني فغار عنطرة وقال له ستعلم ذلك أو أريك أو أقولك أنا أعرف أكتب أم لا ونظم معلقته وتضمن خصاله ومكارم قومه وحسن دفاع عن قومه مطلع القصيدة بيقول هل غادر الشعراء من متردامي أم هل عرفت الدار بعد توهمي تدور معلقته حول بكاء على الأطلال كالعادة وصف محبوبته عبلة تحدث عن الناقة ومشاهد الحرب اللي هو ويعتبر وصف الناقة تناول الفخر الزاتي وشجاعته خلي بالكم أنه عنطرة مشداد نوع شوي أحيانا بيفخر ذاتيا وده نوع من أنواع الفخر ثم ينتقل إلى الفخر القبلي الخاص بفخر قبيلة ثم ينتقل إلى الغزل عشان كده محور شعر عنطرة كله يا فخر ذاتي يا فخر قبلي يا الغزل في المحبوبة يا وصف النق ختمها بإنذار بالثقر ممن سبق الرجل اللي عيره وعير أمه شعره تنوع بين الزاتية والقبلية تعددت أغراضه وقل فيه غرض المتح والرساء ما كانش بيكتب متح ورساء كتير لكن أكتر حاجة كان بيكتبها سواء غزل العفيف في عبلة أو الفخر الذاتي أو القبلي شعر الأخير من شعراء المعلقات الحارث بن حلذا اليشكيري البكري الحارث بن حلذا اليشكيري البكري كان له دور في الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب مين شاطر فاكر خدناها فين حرب البسوس دي كانت أيضا في معلقة عمرو بن كلسوم القصة كانت إيه؟ القصة إن كانت الحرب بين بكر وتغلب مين زعيم تغلب؟ عمرو بن كلسوم مين كان الحكم اللي بيحكم ما بين بكر وما بين تغلب؟ الحكم كان عمرو بن هند إيه علاقة الحارث بن حلذا بقصة حرب البسوس مع عمرو بن كلسوم والمحكم عمرو بن هند؟ الحارث بن حلذا كان من الناس كان من الوفد اللي جاي بيمثل قبيلة بكر اللي هيحضروا الصلحة وكان في قصة كده زريفة إن عمرو بن هند كان في بداية الأمر ميال إلى تغلب شوية كان في صف عمرو بن كلسوم ولكن حينما وقف الحارث بن حلذا وبدأ في ارتجال معلقة ونخلي بالكم الحتة دي المعلقة الوحيدة التي قيلت ارتجالا هي معلقة الحارث بن حلذا قالوا وواقف ما كانش مجهز لكلمات ولا جمل ولا عبرات فقالها ارتجالا أمام عمرو بن هند تخيلوا التأثير وربض فعل عمرو بن هند حينما استمع إلى كلمات الحارث بن حلذا تحول 180 درجة وبقى في صف بكر ضد تغلب وده اللي دايق عمرو بن كلسوم زي ما حكينا قبل كده الحارث بن حلذا كان عنده نوع من أمراض الجلدية يسمى الفرس فكان دايما بيخلوه في آخر الصفوف بيقعدوه بعيد عن الناس لما قال القصيدة بتاعته قال المعلقة حبا فيه الملك بدأ يقدمه في المنزلة لدرجة أنه قربوا ليه في المجلس تعالوا نكمل مع بعض كان الحارث بن حلذا ما اتفقنا في وفد بكر الذي أتى عمرو بن هند وخطيبهم كان النعمان بن هرم فلما غضب عمرو بن هند عليه وأوشك أن يقضي لبني تغلب أنشد الحارث معلقته ارتجالا زي ما اتفقنا وبعد ذلك أزيلت السطور اللي هي الحواجز يعني وأدنى الملك الحارث وبالغ في إقرام جابه أعاد جنبه عشان يكرمه في المنزلة اشتهر بمعلقته التي تبدو فيها خبرة الشيخ وقصرت تجاربه وأناته الحكيمة مناسبتها زي ما احنا اتفقنا ارتجل الحارث معلقته ليستميل بها قلب عمرو بن هند أثناء تحكيمه بين بكر وتغلب في الحرب المشهورة حرب البسوس وقدر ينجح في ده حيث انقلب عمرو بن هند وأصبح إلى جانب البكريين وده أثار غضب عمرو بن كالسون مطلع القصيدة بتاعته آزنتنا ببينها أسماء رب ساو يمل منه السواء تدور معلقته كالعادة البكاء على الأطلال وصف الناقة وصف الواشين أو النمامين أو الكذبين اللي هم بيوقعوا ما بين بكر وما بين تغلب الفخر طبعا بقابلته اللي هي قبيلة بكر وهجأ مين؟ قبيلة تغلب متح الملك عمرو بن هند عشان يحاول يستميله عشان يبقى في صفه تعالوا مع بعض ما ينحل على الجزء الثاني اللي هم الشعراء اللي احنا خدناهم للمعلقات لقب عمرو بن كالسون بي الملك الضليل؟ لا مظننش أفتك العرب الغلام القتيل شعر الحوليات طب حتى فاكرة بتيجوا كده نشوف الألقات بي بتاعت مين؟ كان شعر الحوليات مين؟ زهير ابن أبي سنة الغلام القتيل كان مين؟ كان طرف ابن العبد اللي هو ابن العشرين الملك الضليل كان امرق القيس يبقى اللقب بتاعي اللي هو أفتك العرب مين؟ عمرو بن كالسون ما قيمة معلقة عمرو بن كالسون؟ هي عدة من مفاخر العرب احنا اتفقنا ان كان لها قيمة عملوها شي قاومي أصلا وصفها ابن كتابة فقال هي من جيد شعر العرب فيما تختلف معلقة عمرو بن كالسون عن باقي المعلقات وهذا سؤال مشهور قوي في الامتحانات احنا اتفقنا ان كله بدأ بالبقاء على الأطلال إلا دي بدأها بوصف الخمر ولم يبدأها بالوقوف على الأطلال للاحداث التي شهدها عمرو بن كالسون ظلال على معلقة يعني اثرت في معلقة اه الحرب اللي كان بيعيشها بكر وتغلب كان لها دور كبير قوي وكونه زعيم تغلب وفشل الصلح بقيادة عمرو بن هند وميلو لبني بكر فإن ذلك واضح في أبيات المعلقة كانت معلقة عمرو تمثيلا لمشاعره وعواطفه وألفاظه وضح ذلك بالفعل لأن عمر طبع معلقته بشكل من الفخر والحماسة أو بطابع من الفخر والحماسة وكان لذلك تأثير على ألفاظه فجاءت سهلة واضحة قوية وأما أخيلته كانت ملائمة لعاطفة الفخر والحماسة لأن القصيدة كلها أو المعلقة اللي كتبها عمرو بن كالسون كلها كانت فخر وحماسة بقابلته وبأهله ورد وهجاء لعمر بن هند الذي مال ناحية البكريين عن طرى كان حبيس عقدتين ما هما رق أمه وسواد وجهها ووجهه مشكلة العبودية اللي كان بيعيشها ومشكلة حبه لعبلة وإنه مش قادر يوصل لها ما أغرض الشعر التي تقلب فيها عن طرى الشعر الذاتي أو الفخر الذاتي والفخر القبلي مع شوية من الغزل العفيف لمحبوبته عبلة لكن ما قالش متح وما قالش رساء ما مناسبة معلقته أن رجلا عيره بسواده وأنه لا يقول إلا القصائد القصيرة فقرر عن طرى أن يرد عليه فنظم تلك المعلقة وكان عدد أبيتها خمسة وسبعين باي ما مناسبة معلقة الحارس بن حلزة ألقاها أمام عمر بن هند في التحكيم ما بين بكر وتغلب محاولا أن يستميل عمر بن هند إلى ناحية البكريين كيف أعجب الملك عمر بن هند بهذه القصيدة؟ هو أعجب بها لأنها تقلت ارتجالا من غير تجهيز لدرجة أنه قرب إلى مجلسه الحارس بن حلزة قيل إنه كان بين الملك والحارس سبع حواجز يعني قاعدين الحارس بن حلزة في مكان بعيد في آخر القاع لأنه كان مصابا بالبرز فلما أنشت جزءا رفع حاجزا فضل كده حاجز يتشال وحاجز يتشال لحد ما لقى نفسه جنب الملك حتى أدناه الملك وأكرمه ما عدد أبيات معلقة عن طرق قلنا خمسة وسبعين إيه ومناسبة معلقة عمر بن كالسون يتقلت في التحكيم ما بين بكر وتغلب أمام الملك عمر بن هند ماذا تعرف عن طرق بن شداد عبد حبشي فارس عبسي أحد شعراء المعلقات اشتهرة بالقوة الفرسية الأسباب التي دفعت عن طرق إنشاء معلقته إن شخص عيره بسواد وجهه وكسر شعره فأي مناسبة تم إنشاء معلقة الحارس في التحكيم ما بين بكر وتغلب لدى الملك عمر بن هند وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم وإلى لقاء قريب ترجمة نانسي قنقر